لخضر دلماجي ستيني متقاعد من صفوف الدرك الوطني يقضي يومياته داخل هذه القاعة الرياضية رفقة طاقمه يلقنهم أبجديات القتال وفنونه الاستعراضية عشق رياضة كمال الأجسام والكاراتي حتى النخاع له بعد خروجي من صفوف الدرك الوطني وحبي وشغوفي للكاراتي والكامل الأجسام والرياضة بصفة عامة يعني الفنون القتالية وكامل الأجسام هو لي ما خلنيش لمر بهذاك الفراغ رياضة كمال الأجسام هو دائما خلني دائما أحب الاستعراض أحب الاستعراض لكي أعطي الإشارة لبعض الشباب وشي مرسم هذه الرياضة ويشوفوا أن الجسم يختلف وكذلك السن أو العمر بالنسبة أنه هو رقم فقط الجميل في رياضة كمال الأجسام هو الاستعراض وإظهار ذلك الجسم المنحوث المتقاعد الشغوف الذي ينحدر من منطقة البيرين بالجلفة يؤمن بقاعدات العمر مجرد رقم ويتفنن في الاستعراض كلما تواجد داخل القاعة أين يشجع مرتديها على ممارسة الرياضة شخص الذي يحيل إلى التقاعد في أي مجال كان همه الواحيد هي الجريدة والقهوة لكن خالي الأخضر في بلدية البيرين دائما يعطي درسا للمجتمع الجزائري الشخص الذي يحيل إلى التقاعد من رغم كبار سنه يصنع الحدث في المجتمع الجزائري وبالضبط في بلدية البيرين وكذلك يعرف في أوساط المجتمع البيريني أنها شخصية قوية بهندامه الرياضي وكذلك ربطة شعره لم يكن التقاعد انقطاعا عن المهام اليومية للرياضي دلماجي بعد أن منح جل وقته وجهده للفنون القتالية فاستطاع بذلك كسر حاجز الروتين ودوامة الفراخ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر